آآ كلنا آآ لما بنروح للدكاترة سواء انت تعبان ابنك تعبان آآ اي حد نقصك تعبان اول كلمة بقول لك الدكتور لو سمحت بلاش الوجبات الجهسة بلاش الفاست فود من فضلك بلاش وجبات جهسة طيب مفيش دكتور في مصر ما بيقولش الجملة دي طيب مفيش عيان وطبعا حكيت كلنا روحنا عيادات يعني آآ مفيش عيان راح العيادة عند دكتور او مستشفى وما سمعش الكلام ده غالبية العظمى مننا سمعت الكلام ده آآ خليك معي انا الاول يا صعب منعم اكمل وورينا الكفتة يعني آآ لكن مفيش حد فينا بيسمع كلام الدكتور مفيش حد فينا بيبطل يشتغل على الفاست فود او الوجبات الجهسة كلنا شغالين بنسمع التحذيرات الدكتور اريق هنشف احنا ما بنسمعش خالص كلنا بنعتمد على الوجبات الجهزة وبنأكل وجبات الجهزة طيب هل الدكتور بين هطار وبين اصحاب محلات الفاست فود الوجبات الجهزة يعني الدكتور عايزين ينتقموا من اصحاب الوجبات السريعة لا حقيقة كلام الدكتور ده كلام مالوش لازمة لا طب ايه الحكاية حكاية دراسة علمية حديثة اكدت كلام الدكتور بس قالت كلام من ايه البستين نيلا قالت ايه الدراسة قالت اني في خمس اه كوارث بتعملهم وخمس مشاكل بتعملهم الوجبات الجهزة اول حاجة ان هي بتعمل زيادة في الوزن عفوا بتعمل زيادة في الوزن وبتعمل سمنة ليه لانها غنية جدا بالدهون وفيها كمية سعرات حرارية عالية جدا ومعظمها مقلية في الزيت طيب الدهون دي كمية الدهون دي كلها بتروح فين؟ بتتخزن يا اما في منطقة البطن يا اما عالكبد واذا تخزنت عالكبد يبقى هيحصل طليف عالكبد ونخش في كانسر كبد ها دي اول بلوة بتعملها ايه؟ طيب قالك بتعمل حالة من الادمان يعني ايه؟ قالك اه علشان فيها الالوان ومكسبات الطعم والسكريات التلاتة دول لما بيتحطوا في الوجبة دي انت ما بتقدرش تستغنى عنها وبطلها ماشي؟ لسه يعني دي المشكلة التانية بتعمل مشاكل كبيرة جدا في الكبد وهي نتيجة تراكم الدهون اللي قلتلكم بتعمل تلايف الكبد غير كده ان الدهون دي لما بتتراكم على الشرايين بتعمل انسداد للشرايين وبتسبب امراض قلب الحاجة التانية ان هي بتعمل تأثير سلبي على البيئة لان فيه اقبال شديد جدا على اللحوم دي فبيخلي ان احنا بنستهل الكمية كبيرة جدا من الحيوانات بتضطر خدوا بالكوا بقى ركز معايا ان مربي السروة الحيوانية بيضطر يلجأ لبعض المضادات الحيوية والهرمونات علشان يقدر يلاحق على السوق علشان يقدر يلاحق على السوق فبتسبب انه بيضطر يحين هرمونات علشان الحيوانات تكبر بسرعة عمرها والنمو بتاعها يتناسب مع عمره ليل ده كارسة كارسة بكل المقاييس لازم فعلا نسمع كلام الده كادر